رابع اسمه ده اسم مهم جدا المشتكي مشهور هذا الاسم مشهور جدا يقول الكتاب بمنتهى الوضوح عن إبليس أن اسمه المشتكي في سفر الرؤية عصاح 12 وعدد 10 يقول وسمعت صوتا عظيما قائلا من السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وفي الشكاية بتاعته بياخد أربع محاور في الشكاية بتاعته أستاذ وشاطر جدا ورئيس قسم وشاطر جدا في الشكاية فأول حاجة بيشتكي علينا يشتكينا أمام الله يروح يقول شايف بيعملوا إيه دول يسحق العقاب شايف فلان فلان يسحق العقاب لكن الله هو أبو الرحمة أبو الرأفة أبو الحب إله الحب فيجي زي وكيل النيابة كده هو ياخد أخطاءنا ويطلع بيها قدام الله ويقول له شايف الأخطاء شايف الأخطاء محتاجين لازم ياخد الحق ياخد مجرى والمثل المشهور هل مجانا يتقي الله أيوب ويجي المسيح في إنجيل لعا أصلاح 22 وعدد 31 يكلم بطرس ويقول له سمعان سمعان الشيطان طلبكم طلبكم من مين من الله من الآب طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة وغرب لهم ولا ما غرب لهم غرب لهم لكن ييجي هنا في النص ويدخل المسيح بسلطانه واللهوتي قل طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة ولكني طلبت لأجلك من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت ما ترجعت ثبت أخوتك وكأنه هنا المسيح بيقول لبطرس بس يا بطرس اللي حصل اللي انت مش شايفه إبليس طلبكم عشان يغرب لكم انت لسا ما تغربلتوش بس أنا رحته طلبته قدامه علشان لا يفنى إيمانك وانت بعد ما تحصل الهيسة دي كلها ما ترجعت ثبت أخوتك وكأنه الصورة كلها السيناريو كله محطوط قدام المسيح والمسيح تدخل فيه ويتدخل لأجل كل واحد من أولاده المسيح يتدخل يقول كده هو في عبرين سبعة خمسة وعشرين لأجل طورة الجميلة فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي كل حين يشفع فيهم شافيعك موجود يا عزيزي المشاهد وشافيعك في صفك المحامي الذي يحامي عنك في صفك يحبك وله السلطان لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد تجرب مثلك وعانى مثلك ويستطيع أن يخلصك فيطلب لأجلك يطلب لأجلك ويحامي عنك ويحامي عننا